اشتركوا في القناة في قناة للميارو لقيت طبعا أصداء ورواج كتير كبير لا سياما ونحن نعيش اليوم هذا الأسبوع ولكن قبل ما نشوفه نحن وياكم وبعدين نرجع لضيفنا اللي هو الأخ جزاف كيروز بحب لكم أنه زيارة أداسة البابا فرانسيس إلى مصر لا تزال طبعا في موعدة المحدد من 28 و29 نيسان رغم كل الأوضاع الأمنية التي ألمت بجمهورية مصر العربية ولكن الزيارة لا تزال قائمة والتحضيرات تجربة والتحضيرات متسارعة وهيدا الشيء بيعطينا أمل واندفاع روحي كتير كبير أنه لا يخوف على الحضور المسيحي في المنطقة خلنا نتوقف نحن بيكون مع ترتيلي بعنوان قصة ألام يا أبانا الحق ابنك المذبوح قرب نافذة فاقبل منذق ليحررنا أهوال الرذاب يا أبا المراحم ها هو ذا ابنك آآآآآآآآآآآآآ ما بعرف من شو العطل بتيكون أخ جزاف أو شي صباح الخير صباح يعني كنا بودنا تشوف المشاهد اللي تم ترجمتها بهيد القصة ولكن احنا سنعود إعادة عرضة طبعا تطور جهوزها من جديد أخ جزاف اليوم اللفت بالموضوع يعني الأنظار تتجه لمراقبة كيف يحيي اليوم المسيحيين لأحد أيامة المخلص خصوصا نحن اليوم كلنا بدنا نعيد مع بعضنا هذا العيد الألام لح تكون نفسها الرتب الصلوات كلها لح تكون بالكنيس بأيام معينة وتواريخ ثابتة ولكن بالمنظر كنيستكم اليوم كيف تشوفوا لازم نتهيئ اليوم روحيا ومعنويا لألام المسيح فعلا أنه موضوع الايامي موضوع الصلب موضوع الألامي يعني هي أعدد وأساس كل إيماننا المسيحي نعم بدون الصلب والقيامي بيقول الرسول بولوس لو لم يقم المسيح لباطل إيماننا باطل رجاءنا نحن أشقى جميع الناس مش إن هيك الإيمان المسيحي بيتعلق بالصليب بالموت بالقيامي لأنه بيقول لكتاب أيضا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية قصة الصليب مش معروفة أنيا يعني ما أنا شغلي بلشت من لحظة الصليب القصة فيها خطة أزلية قبل تأسيس العالم بيقول عنه الرسول بطرس الدم المسيح صليب المسيح المعروف قبل تأسيس العالم قبل ما الله خلق الأكوان وخلق الكون الله كان يجهز خطة بديلة لحين سقوط الإنسان سقط الإنسان فالله استبدل نفسه بالإنسان حتى يقدم حياته لقضاء الله مش إن هيك الرب قال له لآدم يوم تأكل منها موتا تموت ما مات آدم مين مين قدم نفسه مش إن هيك إجهى للإبن صرخ قال له أنا بموت عنه أنا بدفع التمن أنا بقدم الزبيحة وملاحظ أنه بالكتاب بسفر التكوين الأصحاح الثلاثة بيقول الوصنع الرب أقمسة من جلد الأقمسة من جلد ما بيقول خلق بيقول صنع كلمة صنع يعني عمل ذبائح والذبائح هذا كانت تشير إلى ذبيحة المسيح المسيح الذي كان سيأتي عبر الزمن في ملء الزمان مولودا من قديسة مباركة العذراء المباركة ليعطي حياة لمن ليس له مش نهاية بيقول لك له وحده يشهد جميع الأنبياء أنه عندما يأتي المسيح سيملك على جميع القلوب والملكي الذي سيأخذها المسيح من خلال الصليل نعم إذا المسيح قدمنا كل هالشي هايدي نحنا شو قدمنا له بالحقيقة هو هايدي كلمة الرب اللي بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم يعني أول راحة عطانا إياها الرب هو عطانا حياة أبدية من خلال الصليل ومن خلال الألم مش نهاية نحنا لازم نبادله هو عطانا حياته والحياة كانت بالدم مش نهاية بيقول لكتاب أيضا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ما في غفران إذا ما نزل دم المسيح بمجرد أنه هو عطانا دمه وعطانا روحه الروح القدس فصار عنا حياة المسيح كيف لازم نقابلها نحنا نعطيه حياتنا نعطيه قلبنا يسكن فينا بالروح القدس مش نهاية نحنا بيقول لك قل صرنا شركاء الطبيعة الإلهية شي عظيم كتير الله شاركنا بحياتنا حتى ينتصر فينا على الموت لهن عقبة الحياة على الخطيئة وعلى الشيطان على العدو اللي عم بيقلم الناس وبيأزيهم نعم اليوم بأسبوع الألم منسمع تراتيل مختلفة عن تراتيل نسمعها يوميا بالصلاوات العادية منسمع ترانيم يعني قديش هدول التراتيل والترانيم اليوم بيعيشونا ألم المسيح كيف لازم برأيك نتفاعل معنا أكتر وأدي اليوم العلاقة وسيئة ومرتبطة ما بين التراتيل والترانيم وبين المسيح وصلبه نحنا من عيد كل صباح أحد قيامة المسيح يمكن هذا اليوم عملته الكنيسة يمكن هذا اليوم يوم مميز تحتفل الناس أكتر يعطوه بهش أكتر لكن هو بالحقيقة في صباح كل يوم أحد المسيح قام حقا قام وأقامنا معه من قبور خطيانة نحن كنا أموات في الزنوب والخطايا المسيح أحيانا عندما قام نشناك بالمعمودية نموت معه وفي القيامة نقوم معه نذهب إلى الصليب حيث الألام لكن نعود بعدها ونذهب إلى القبر حيث يسوع ليس هو ههنا لكنه قام نحن منرتل نحن منسبح نحن منعزم اسم الرب ويجب أنه يكون هيدا هيدا ذكرى ألام المسيحية ذكرى الفرح ذكرى التسبيح ذكرى التعيين والأنشيد والهتاف الإلاغي من قلوبنا للرب لما مشوف اليوم أولاد جايين على الكنيسة يوم الجمعة جايبين هالزيتون هالورود تايزين ونعش المسيح بما يليق بالمسيح وبهالحدث المهيب الدائمة هيدا الصورة اليوم في ظلم عم نشوف اليوم بالشرق كميلا من ألام ومن تهجير ومن دمار وشفنا شو صار يوم أمس باليومين الماضيين يعني بمصر يعني هالمسلسل الدائمة المتنقل من مكان لمكان وما بين المقلبين كيف اليوم نقدر نوصل الصورة الرجائية للمشاهدين يعني المسيحية مجبولة بالدم بالشهادة بالعطاء بالبذل بالتضحية لا يمكن لنا أن نعطي المسيح من حياتنا بدون أن نكون في تضحية مش نهيك الرب يسوع بيقول من أراد أن يتبعني أي شخص أراد أن يتبعني أن يكرمني أن يخدمني أولا فلينكر نفسه وليحمل صليبه كل يوم ثم يأتي ويتبعني يعني العملية العملية الإكرام والعبادة هي ليست كلامية ولا صورية لكنها عبادة قلبية إذا قلبي بعيد بيقولك هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه بعيد عني أول شيء لازم بهذه المناسبة مناسبة تكون فحص ضمير فحص ذات رجوع وتوبة إلى الله توبة عن كل خطيئة اقترفناها زنا سكر عهر أي أمر نجس اقترفناه في خلال هذه الزنة أو خلال حياتنا الماضية علينا أن نتوب بهذه الذكر لأن المسيح أول شغل يريد مننا أن نتطهر بالدم نعم كمان الشيء اللي بلفتنا نظرنا بإسبوع الألام منشوف يعني الكبار بالعمر كبار السن نسميون الختيرة اليوم هيدا الشيء يعزينا أنه بالوقت أنه صحيح أنه كنيستنا يمكن أحيانا أنه عم تفرغ من شبيبيتها من شبيبتها من شبينها نتيجة الظروف القصرية العم يمرأ فيها الشرق ولكن منشوف حتى الكبار بالعمر بعضهم صامدين بعضهم مترسخين يعني اللي لفت لفتلي نظر اليوم بالموضوع لما عرضنا اللي تخافوا وأيضا التراتيل اللي عم نرده منشوف دايما الختيرة الكبار السن موجودين بهذور التراتيل هيدا لحتى نأكد بأن الكنيسة مبتكبار يعني هني بعضهم عندهم هالريعان الشباب الموجود فيهم أدي كمانا هيدا مهم لما منشوف حضور بأسبوع الألام وحتى بأيام العياد العادية منشوف حضور لنساء ولرجال بأعمار كتير كبيرة نعم كتير مهم شغل كتير عظيم شعب الرب يجتمع مش كل بس مش بس هيدا المناسبة ولا عيد الميلاد ولا الأعياد الأخرى حلو نجتمع بكل الأوقات يلي نحتفل فيها بالرب إلهنا حتى نملكه حتى نعطيه المكانة الله ما بده جزء من حياتنا متل ما عطانا كل حياته كل حياته كل ألامه حتى الثمالي بيقلك شرب كأس غضب الله حتى الثمالي حتى النقي لأجل مين لأجل نحن شون هيك نحن بهيدا المناسبة لازم نصطف كلنا سوا شباب شبات رجال نساء أولاد أولادنا لازم يكونوا قدامنا بهيدا المناسبة حتى يعزموا الرب ليجتمع الكهنة بين الرواق والمذبح لأطفال الرضع النساء الكبار الصغار كل شعب الرب لازم يجتمع بهيدا الوقت نعن عزم إلهنا قام أقامنا معه نحن المسيح دفع عنا تمن كتير غالق إننا نحن بدأ ندفعه في جهنم النار إلى أبد الآبدين حيث لا راحة لهؤلاء الذين ينكرون الرب ولا يريدون أن يملك عليهم بس حتى في ناس اليوم يمكن ما عطت إيمي للمسيح بالشي اللي هو أخلص وكرماننا ما احترمت صليب الألام اللي تحملوا كمان يسوع المسيح هدول الأشخاص واللي عم يرتكبوا اليوم أفات مجتمعية بمجتمعنا كيف لازم نعالجهم كيف لازم نخليهم فعلا ترجع لنا الرحانية الحقيقية لحتى يرجعوا للتوبة لتجديد الزات كيف لازم نساعدهم اليوم الكنيسة شو دورة بهذا الموضوع دور الكنيسة كتير مهم هو بالحقيقة الدور الأول للكنيسة برجاع الشعب بتبكيت الشعب بنشر كلمة الرب بالذهاب إلى البيوت الرب تركت 99 من أجل خروف واحد لأنه المسيح قال له المجد لم قاتي من أجل الأبرار بل من أجل الخرافة التائهة والضائعة ولم قاتي من أجل الأصحاء بل من أجل المرضى هؤلاء لازم نذهب وراهم وأنا بقول بهاي المنيسة حقيقة أنه مخيف الوقوع بين يدي الله الحي الذي يزرعه الإنسان إياه يحصده يهوز الإسخريوط يراح مع التلميس بإرسلية تبشرية وكان عمل عجيب أول موت أخرى الشياطين رجع ووصل ورافض المسيح وبيقول عنه الكتاب ذاك كان سارقا نعم مش نهايك هو قرر مصيره ليتك أصغيت لوصياي لكان كنهر سلامك كنهر سلامك كان الخير يدركك ويتبعك حتى لا توصف بركة لا توصف بيلحقنا فيها الرب لأنه نحن عم نكرم هذا الإله الذي اجه من سماء السمواء من أعلى الأعالي من حضن الآب جاء آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس نعم اليوم بالأعياد الفصحية أو بأي عيد اليوم نحن من عيد فيه منشوف بتكتر مثلا الأعمال الخيرة بالنسبة للمحتجين والفقراء والمعوازين اليوم بهالظروف الصعبة مع أنه نحن أكيد بحياته المسيحي ما كان بيعتز حتى خيو المسيحي ولكن الظروف كانت أقوى من كل شي عم بحيطه فهل تكتفي اليوم بلسمت جراح الآخر فقط بتقديم نوع من الإغاثة إن كان مادية أو كان أي نوع كان هيدا الإغاثة أما اليوم الموضوع هو معنوي هو روحي هو وجداني بالحقيقة لازم تكون المساعدة من كل الجوانب مش من جانب واحد كتير منيح إنه نفتقد إخوتنا هني وفقراء هني معوزين هني ومديقين بحاجة للقوت اليومي كتير كتير منيح وهيدا من صلب إيماننا المسيح لكن الصلب الأساسي لازم نقدم لهم الدعم الروحي هو دي أشخاص بحاجة لصلا هو دي أشخاص بحاجة لدعم لوقف بالأوقات العصيبة كلنا من مرؤفية كلنا معرضين ما في حدا فوق منه فقراص خايمة طبعا فكتير مهم إنه نحنا بهذا الوقت يلي بشوف خي تعبان روح زوره صلي أنا وإياه اخدوا معي على الكنيسة شجعوا يقرب الإنجيل لأنه الكلمة اللي موجودة بين إيدينا هي كانت هي السر الإلهي يلي يدخلني إلى غمار بركات الله وعظمة الله ومجد الله لما بعرف أنا أنه إلهي تجسد لو ما بعرفه بالكتاب ما رح سد لو مين ما قال لي الكتاب وضح لي إلهي عمل معي إشي كتير باختبارات حية فأنا هيدا بشجعه حتى يجي لعند الراب بصلي أنا ويه بعبد أنا ويه بسبح أنا ويه بهلل أنا ويه وبفتقده بيوم الضيق نعم أخ جوزاف بس أنا بدي أقول لك شغلة خلال جولتنا الأعلامية اللي دايما منقوم فيها ما بعرف أنا ولا مرة ألت بس هالمرة بدي أقولها على الهوة بأسبوع الألام يلي بيخليني أحكي الحقيقة متل ما هي المعوزين والفقراء والمهمشين والمهجرين بحس هيدي نظرة الأعلامية الشخصية عندهم إيمان أكتر مننا عندهم رجاء أكتر مننا يعني لما منكون عم نرصد وقائع صلات معينة أو نشاط روحي معين بحس دموع بعيونهم كلها دموع صلى بحس أنه هني بيعطونا من الضعف قوة ما نحنا لما نعطيون هيدا الأوة نحنا منستجدي منهم هيدا الأوة لأنه نحنا ما عم نعيش آلامهم يلي هني عشوة يمكن لو كنا محلهم ما كنا قدرنا تحملنا كل هالطريق الآلام الصعب فما أعرف إذا بتوفقني الرأي أنه فعلا هني عندهم الرجاء الحقيقي عندهم تحملوا معنا الألام الحقيقي نحنا بعد بدنا كتير أشواط تنتحمل جزء لا يتجزأ من الشيء اللي تحمل يعني بقلك شاغلي أول واحد عيش هيدا الحياة هو الرب يسوع للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه يعني بقلك تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم فهيدا شي كتير مهم أنه نحن والرب حلق عطمتها لكتير مهم للشاب الغني قال له أريد أن أتبعك قال له حفظت الوصايا قال له حفظتها منذ حداستي من أنا وصغير بعرف الوصايا قال له طيب اذهب بيع كل ملكة واعطيهي للفقراء ثم تعالى واتبعني بيت الأصيد هون لما قال له تبعني ألف بيقول فمضى حزينا الحزن ما بده يتخلى عن ساروته ما بده يتخلى عن كبرياءه لأنه هو بيشوف حاله بالساربة عايش من وراها بيقلك الرب بهذا المجال قال انتبهوا لألا تكون حياتكم من أموالكم إنه أيسر للجمل أن يدخل ثق بالإبرة من أن يدخل الغني إلى ملكوت السماوات مشان هيك لازم نتضع ونعيش مستوانا مستوى يعني معي كتير لكن أنا عيش حيات بسيطة بأمان وبيعي تواضع رسالتك الختمية أخ جزاف كيروز اليوم اللي بتوجهها للمشاهدين بمناسبة أكيد أيامة المخلص بالحقيقة هذه فرصة كتير مهمة ندعي هالشعب يلي بيحتاج ما نلتصق بالإنسان بالحجر وبالبشر نحن محتاجين نرجع بتوبة صادقة بإيمان صادق بأمان صادقة للرب نرجع نسلم قلوبنا نسلم حياتنا نصلي ونقول له يا رب سمحني عليك الخطيئة أنا إنسان خاطئ أنا مشبول بالخطيئة مترجيك يا رب دخول على قلبي واعطيني أني كون ابنك شكرا أخ جزاف كيروز على حضورك معنا وبدأتمنى لك فصح مبارك وإن شاء الله على أيامة الشرق قريبة مشاهدينا قبل ما نتوقف نحنا بيكون مع بريك يعني بدي قسني على كلام الأخ جزاف كيروز وبدأنا نطلب من الرب أنه يهدي أصحاب الضمائر يلي اليوم هي هني عم يتحكموا بالسياسي الدولية بهالمنطقة أنه يرجعوننا أبوينا الجليلين المطرنين بولوس يازجي ويوحن ابراهيم وطبعا يزرع الرب سلامه في ربوها المنطقة بسوريا الأليمة بالعراق الجريح بمصر المتألمة أيضا ويعام السلام منطقة الشرق الأوسط بريك ومسا ما نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر